وده عن مصطفى فهمي وده عن دنجوان الشاشة المصرية توفي صباح اليوم الفنان الراحل مصطفى فهمي دنجوان الشاشة المصرية الموضوع والتفاصيل داخل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت نقابة المهن التمثيلية صباح اليوم عن وفاة الراحل مصطفى فهمي دنجوان الشاشة المصرية وشوكيك الفنان حسين فهمي عن عمره يناهز 82 عاما وبعد صراعا مع العمليات الجراحية ولد مصطفى فهمي في 7 أغسطس 1942 من أسرة أرستوكراطية كان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى سابقا والأخ الأصغر للفنان حسين فهمي توفي مصطفى فهمي بعد معاناته مع مرض السرطان أعزاكم الله وعمل عديد من العمليات الجراحية في المخ لاستقصال هذا الورم وظل يعيني حتى وفاته المنية وأعلنت نقابة الممثلين صباح اليوم عن وفاة الفنان الراحل مصطفى فهمي وكان الخبر صادم جدا للفنان حسين فهمي حيث تلقى الخبر وهو في فعاليات مهرجان الجونة وكانت صدمة شديدة له ثم ترك المهرجان وغادر لرأية جسمان أخيه قبل الرحيل وحضور الجنازة ومراصم العزاق وفي الساعات القادمة بإذن الله سنوال حضراتكم بمراصم الجنازة وتفاصيل العزاق البقاء لله وحده وإن لله وإن إليه راجعون إذا عجب حضراتكم الفيديو ياريت تدعمونا باللايك والشير وسابسكرايب للقناة ليصلكم منا كل جديد شكرا